ستوري ديال اليوم ديال إسراء اللي بسبب الكوكايين ديال صاحبها رجعوها المغريب فهذه الستوريات عارفو تبدو تحضيو مع منتوما سميتي إسراء 23 عام ماشي بنت دارنا بكل صراحة اوه عجبتنا هات الصراحة دياله من صغري في شوية الدودة وكنت عارفة شي نهار سباب هاد الدودة غنجيبها فراسي غا مسألة وقت ديما الخروج مع الدراري ديما مع طلاف الليل ويتشيح تقبل ما نكملت 18 عام والدية طلعت لهم فراسهم حتى ما بقى وش كي هادروا معي فاتشي في مرة ورالباك بابا بغي يستفتني الهولندا نكمل قرائتي تماما الجوش ديال الاسباب الأول هو إذا ما مني نمشي البلاد بعيدة وأول مرة نعيش فيها والغرباء نجمع عراسي وندير عقلي السبب الثاني هات هو أستاذ جامعي وعارف القرايا ورالباك في المغرب كيديرا حتى أنا جاتني مزيانة تكشي اللي كان نزد في المدرعة صاع الفيزا مشيت لهولندا وبالضبط أمستردام بابا كان مكلف لي بكل شي ملاد ميسيون في اليونيفرسي تحت الساكن كنت أنا مرتاحة في الأول كنت كارية بوحدة ومع الوقت تعرفت على واحد البنت توركية اسميتها إيلا كتقرام معي ورق معرفين مع الوقت ولينا أصحابات هي كارية بوحدة وأنا بوحدة تفقر نجمع بعضياتنا ونيتش تقصدو شوية فلوس القراء ما قلتش لبابا بطبيعة الحال باش ما ينقش لي المصرف هيا الدريات اللي بحلقة تقوم كايد الطائرة وكنتفاهم دري حتى أصلاً ما عاد كتجيني في الدري في الناتور ديالهم كيكونوا ما كيسمعوش باغي ديرش كيقولي يا رعصو ديك اللعباء ودع دري بحلقة تكون كتسمع الوالده شو أكثر اللي كتكون بحاكم ما كتقولش له مشكين ما من ساكنة فينها تمشي فين تجي غا بعد من نار الفلوس اللي وفرت كنشري بيوم حويج أو داك الشيد البنات راكم عارفين اي لا كانت فيها واحد القاعدة من نار عرفتها ويكا تديرها كلها سبت كتخرج تصهر دي ما كتطلبني باش نبقى نبشي معا ولكن انا والو ما كان بغيش حتى بغزع ما ندير عقلي حتى الواحد السيمانة كنا عامرين امتحانات وحراق الراح قلت صافي في الخن نخرج نصهر معا منا نجرب منا نبدل الجو ونشوفو تحنا الحياة دير أمستر يغضام بالليل مو هي مشيت شريط الحويج اللي يصلحو الخروج والباريز جاء النهار تقدينا وخرش ما صراحة عجبني داك الجو ليتم ايوش كلهم مغي يعجبوش كد حكواتك لكي خرجوا بزايف كيصحاب لما داكي خرجوش را ما كي يعجبوش را ما كي يعجبوش هو بصحة اقدر اصلا ما يعجبكش ولا كرا في اغلبية الوقت را ما اشي حتى ما يعجبوش مش مين الناس بغين يقابلوا راسهم بغين يقابلوا حياتهم مش هو كل السيمانة يخرج صارت الخمسات الصباح تخرب بقى النعاس غدلين اوضم 101 بقوا ناعس الحد يالله قد 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 يعني بحلا كت ضيعة في الوقود ممكنش بقى تدير فاديمة يجب يا مانcherو على الناس اللي يشتوهم للخميس الانديا الديك الاس constit Si essas classes يجبوش أنها مشتهنا ليا و شاية لي college owners جاءت الأند اللي من خذج هاتي والاجبين له جاءت المولة كانت ولا حتصفت من ذا كله صباح كأنا calf واقوم بتحوشور معيها ولكن من ذيك الناحية ماشي بحالة ما كان بغين تعرف على حد ما كانت باع اي واحد هدار معايا كان ماشي بالدل جو متحاك نشتح مع راسي ونرجع للدل حتى الواحد المرة قلت لي يا ايلا بلي غتصرف شي بلاسة جديدة واش نمشي معاه قبلت ذيك البلاسة كانت زوينة وحتى الناس اللي فيها زوينين كانت تحس بني فم ترقي شوية حسن من ذاك شي اللي كنك امشي وليه وانا كان شتح رب لي يا واحد دري باك يشتح معايا هاد المرة انا ما بعتش ليه تبالي يمسي لي عجبني على عمد القادية في راسك لا تقدر نفس دري او لدري على حساب البلاسة ما يهدرش معاك حتى ما عارف شنو كانت ما والقادية كانت تكون مخلطة والمزيان والخيب ولا كي اللي كنتو في شي بلاسة اللي بحالة مفيلترية كتبضك لقاردز وكتكون اوبن تهدر مع اي واحد وهد شي كي تأبليك في كل شي وهنا غتفهموا شوية ليش الناس اللي لبسة اليوم كيمشوا الواحد البلايس كيسكنوا في واحد البلايس او ما كيبغيوش تتخلطه مع الفقارة تقول لي او لكي الفقارة فيهم الزوين والخيب ولكي لا بورسنتاج ديال الخيبين في الفقارة كبير هذا واقع نعطيكم مثال من عندي هو هنا في كالادا ولا اي واحد عايش في برة غادي تعفق معاك يبقى تقولوا ديكو او صاف انا جيتال هنا بجدان قلب المغاربة ولا شي واحد يقول لكو عرفت يسكن في الحي في المغاربة كتقول لي او الصاف اتشري بقاليها وبصح بزافت الناس يقدروا يكونوا كي ايفيتيوا بحالك المغاربة او من حقهم حتى وتانيك رجعوا القادية ديال بوغسنتاج كي يجيوا روما المشاكيل ولكن منك تكونت مثلا تساكن في واحد البلايس اللي عارف واحد الحي نقي وغالي ولا اي موبل عارف وغالي ولا يجيش يسكن فيه اي واحد اللي بغينا نقوله ركاش بغي يطلقى مع مغريبي في حالة البلايس حتى عارفوا غايكون من ذوك الزوينين ولكن لم جيتاليال شي حي فهادو كل مغاربة ديال بلا ورعا كل مغاربة ديال المشاكيل الانصابة يقولك السلام تقدر تم ترداش عليه وترداله وتزيد سمعوك يضرب العربية تدو جيال خراك ولكن في البلدين زوين ديالك تلقي شي مع مغريبي كيهضر في التليفون تقوليها مغريبي اه اسلام اسميتي فلان اش كان ديار انت اسميتك او لا 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 لابا انا اعزاليها اعطى دايز اكزامبل لي انت عايشهم اما تش كي تأبليك في كل شي وفي المغريب تكون ساكن في الاقتصادية خمسة وشين مغاربة وغيرت تعرف التوحة تماما تقولي انتروفرد سبحالله ولا كي لا كتي في القولف اه نعم السيدي تقولي مون فاتح نعم السلام خويا وي صفا ايوه داشت حنتينا مع لينا نكملو في صراحة السيجادي بخسين دياليشي حلقة في The Moroccan Podcast رغم دا نبوست لي فاسيروا تابونو انخليلكم ليان لتحت البراهيش ديالنا قلسة تشتح قلتلك شوية اخداني من يدي ومشينا قلسنا في البار هندر معي بالهولندية قلتلك لا نفهمش الهولندية من هنا تدريك نفهمو انها تقدرت بين هولندية ولا تشي اللي بغى تكذب علينا ما فهمناش هاشتاك جوسوي بازرقا قل لي مني انتي قلتلك المغرب هو يقول لي واو ماما مغربية واحد العربية مهرزة ماما مغربية وقل لي بليرا ما كيدويش بالعربية عرفت اسمي تو ادم فستلينا الهدرة بغيت نخلص ما بغاش انتو مشير روجولة واخرار ما كابرفش بلاسة اخرى الشهام المغربية فرح سكم تايات السيجادي بدأت تخلص عدد عافتي واحد نار حللتو بالنمبرز ودك شي يقين ارى على الاقل خستكو عندك 27-28 عام يلا تقدف غاية مونت دا تخلص ندار ودي ما تايه وغا نهدر عليه في مروكين بودكاست مونتا تكونو تماما خليتو يخلص من بعد رجعت للدار وتفكرت باللي ما اخديت لنمر تو لأ انستغرام دياله وتخيلو واتا هو مني ما سوولكش اليوم راه صعيبة تشد شي تخيلو وصلها بك الشهامة للداراتة بحق تلقى معدرية كتهضره شوية كتخلص علاقه وغير كتمشي راه عفتي لو وصلتي لهذا النيفو عارف راسك الجنتلمان ديال بالصح استيمانة اللي وراها قلت غا نمشي نفس البلاسة يا قد ديو كنت منطلقها مية في مية غا يكون تهوات شي ديقار مع راسه كوني هاني يا الدراري حنا ما كان عطلوش هاد الشي شي نار انا وقلادس من شي زنقة عجبتني شي وحدة عدل غدلية ونفس الوقيتها عودس زمارة غادي نقدر نعود القاعدة هي خارجة او الدرار قلت الشي خيبة قلت هل صاحبتي ولكن قلت لي غا تصاري يا وصاحبة في شي بلاسة اخرى مشي تبوح دي لقيته وقال لي حتى هو غير جابة شي اطلق ريش ايش قلت لك؟ تنتو ما ديك نار تكونوا كتو سكراني مجوج انا عجبني الحال بزيب عفتي فرحس وحلا لقيت شي حاجة هاد المرات غيض غيض تبادلنا بدن نوامر وفاسلنا البارتي ووصلني للدار ما قلت لي صافت لي يا مساج قلت لي يا واش مسالية قلت لي اه اه ليش يلا نخرج ونتش شوف شي بلاسة مرحبا جا عندي للدار مشينا لواحد البلاسة زوينة وباينة غالية والحد الان ما قلتيش لينا الاختش شمن طنوبيل جا عندك بادة يا رفا زمارة قبلت الخير غا ما قلت تسوقي جا عندي بطنوبيل يا القرشات عند صاحبت اوه عرفتش عنده سائل امشي اسبتش شدريات رك عارفوا الطنوبيلات حسنا بعدها ممكن اعرفش انا حدي شي وحدة اللي صيق ولا شو وحدة بنت لك اتطار فاتش الى هي مخدمت بشي بلاسة ديال الميكانيك ولا الدياغنوستيك ديال الطنوبيلات ولا نزيدوها سي ديقاع ولا أخوها مخدمش فاتش ولا عندهم مع الطنوبيلات كتبقى غالوبسيون تالتا اعرف انها رودة وها مزيان سياوها سياوها هادي تلك البروشي دي ما كبر منك في الدرب يقولون سيا لك بيكا لك رجعباتها لبعض غدا عفتوا ولا ذكرت طفولة تحت فوحد الشين في الاغنية ديال سبايستون ربرطاجي تانيت في انستغرام والله يتلبك يا واللي كيقلب على الموتيفاسيون ومعرفت وش يتريني واللي يخدم ويبقى في ندم التخيبرة عليك غسك تدير هادي دي شوف تصنط لشي اغنية ديال سبايستون ولا بدى بالدراجون بول أرد عليها ماشينا لك البلاسة اللي بينا غالية وهنا سؤولته فين خدام وبقى ساكت شوية وقال لي يا ديفلوبر وحد بدك يفكر باش يقولها ما تيقتوش ولكن ما درتك في بالي وصراحة هنا بدينك نشمو رح تخنز هولندا أصل مغربي عنده الفلوس ربين شكي دير أكبر بعدها مافيا ديال المغربة رانيت من بازية في هولندا هنا الطاورات العلاقة ديالنا ولا كي يجي تورايا الونيفرسيتي ومنين بغي نخرج نصهر كي بغي ديما يخرج معايا مباقي حتى لنا ما بيناتنا والو هلتي معرف شنو ما زالك تسناي بش أبروفيرا بيناتكم شي حاجة أنا بل ياكين شوية حتى الواحد نار كان عرض عليين شي عندون الدراج بلاسة ما نخرجون نصهر وبره حدا بك أنا عارفو قبلت اخترا من صوتك تقبلي معرفش شي لحظة ما قبلتيش في هذه القصة هبطل الكومنترات أتلقي عندي بزاف دراري هو ما بغني شوولك شي اسئلة إهنا والاستبيناتنا شو حاجة رسمية ههههه optimal كيف مستحام تسبب شها على الدرعة شو حاجة رسمية ما فهمك قلت ليكو الدرية لديها شوال ما ما مرضيش والدي كيفają عندي شو على قاعد tinha فكرة مغاربة ومع اي حاجة اخرى وما انك بغي يقول اي درية ولا درية ارى بسطحة القادية ما عرفتش ايش في المغرب كاللينكي ونيشان اي واحد كيخرج بالليل ولا يدشرط ولا يضحك مع ما ناجحش في حياته ولا ما كيقراش مزيان ولا ما مرضيش والديه الله كيما عندهم بتشي علاقة ديها فكرة دي المغاربة اللي كتخلي الناس زوانين ما يعيشوش كانوا عندي بزاف تصحابي اللي كيقراهم مزيان وعرفتهم بتات تخرجو وقعو خدمو وفي خدمتهم من الواعرين او من النهار عرفتهم وما ديما كيخرجو وفي نفس الوقتها سبو عمرو كيزقلوشي نهار عرف صراحة اللي كي عرف لد الحياة را كي عرف لها ولكي اللي حستيتي براسك ما كتعرفش لها شنو كان يعني بات شي ومني جربتي تخرج شوية ولا تدير شي حاجة كتعجبك ما عرفت شناية حويج لخوراين بديتي كتنقص منهم سير قابل المعقول حسن لك واحد النار كنت تخرجو معا واحد البلاصة وكانوا معا صحابه وانا كانت معايا إيلا في ذاك الكلوب واحد اخونا بقالها صقف إيلا بزاف كتبعد منو كي يجي لصقفها كتبعد منو واحد من صحاب ادم ما عجبوش هذا البلان هو يمشي عندو كالليشي حاجة بالهولندية ما فهمتاش ولكن من ردت الفعل ديال ذاك الدري غايكون قال لي غاتبعد منه ولا غنعتك للعنق ما عجبوش الحال زاد الهادراء فهادراء ضاربوا تماما الدري الاخر حتى هو كان معا صحابه دخلوا يضاربوا ادم وصحابه مضاربين ناضة الروينا وباش ما يقعوش بشي مشكل ولا توصل البوليس خرجنا كاملين من تماما وقلنا الادم غنكمله ببارتي في الدار مشينا وهي إيلة نطق قلت الادم عندك حشيش لا اه اعطاها كميت معاتنا الصراحة لأول مرة هدار معا واحد صاحبه بالهولندية ناضى ادم مدليشي قرامات ديال كوكايين هنه عرفت ادم فاش خدام ديال بصحه واشنو كا يديفلوبي وباش ما نكذبش عليكم ما كان عندي حتى مشكل ادم سوا اني واش ندخلو للبيت قلت لي يالله يالله دخلت انا وياه البيت بشوية كنت سمع لغوات برا يالله نعط ادم كيل بس يخرج يشوف شنو كاين شك يدخلو عنا البوليس للبيت دارونا المينوت كاملين انا عرفت القادية كحالت مع ذاك البلان ديال الكوكايين اللي شفت قلت مشيت فيها قبل ما يديونا التحقيق بدوك يقلبو في الدار هذا الشيء يعني انا عارفين كينا شي حاجة فاش بدوك يسولو فيها انا قال له يا شوف فرا القيناة كمية كبيرة ديال الكوكايين في الدار انا بقيتاك نقول انا ما عارف اوالو ما عارف اوالو بعد ذاك الداوني ودو السيمانة ديال الحبس والتحقيق عايت البابا قلت له يدر مع اشي واحد كي يعرفو في هولندا يجيب لي محامي البابا برد لي المفركابي ولكن المهم تكونسنتر معي في المهم جابو لي محامي منيجا قال لي شوفي مستحيل تخرجي من نبلة عقوبة وقال لي ما تعترفيش بلي الكوكايين ديال ادام حتى لو قلت له امرأة ديال وغا يقولوا لك اذا انتي كنتي عارف عنده واسترتع لي واصدقت انتي من الاستقين فيك شي تجارة ولا تكتعاوني حتى تكتسهل بدل اعتراف المهم بلدك المحامي كنظن كنت غانب الشفاء ومن هنا كنقول لكم شوف اي مشكل تحتيفي ما تهضر تكون في المغربة دي ولا في براء ولا في مكان تيجي محامي حتى محاميك يعرف القانون يعرفي شنو تقول تقدرت حاجة انت بالنسبة لك المواله بحالة هادي كانت تقول لهم لارا مش ديالي ديالي ولا بعد المراج غنط تقديل الكلمة انت واحد كتاكت دفع على رأسك وبغيتي تشرح ليه وقلت لي لارا هو جاء قانوني ونقجيته مهمة تشيره ماشي قانون ديبناعك نعطي اكزامبله لا علاقتي لهواتي بالقانون ولكن ممكن يشد ديك قجيته بحالة انت غات قتلون اللي هي شي حاجة ما كنتيش قصت أبليكه في ديك الدراجة المهمة رأيكم فهمتوا الفكرة عرفتو كيفاش عارفوا بللي الكوكايين في دار ادم دوك الدراري اللي تدار بنا معهم في الكلوب شي حتى تفهم ديجا كي عارف ادم واقعي لهو ولا الكليكة دياله ولا فيتشره من عنده وعرف حتى فين ساكن بشي طريقة واشتبعونا ديك النار وليكن اصلا عارف وقال هالبوريس بعد مدة جاءت الوقت المحاكمة انا وإيلا مدزناش في المحكامة حتي احنا ماشي مواطنين ولكن مني دازت سورة المحامي ديالي اليمية في المية كاملين عقوبات سجنية وحتى صحابه حتيوخه ماشي ديالهم كانوا بلاصة فيها وكيتعطاوها وعارفين ديال منه وقال لي بلي أنا وإيلا غير رجعونا لبلادنا من بعد داونا الواحد البلاصة بحل الحبس هي مانشيها حبس ما بحلو ديال الترحيل أخويا هيلية منيشة في الدريات اللي كينين في ديال البلاصة يدرك خاطرك أغلبهم كانوا سوريات ترفض ليهم اللوجوء وغير رجعوهم لبلادهم داستاذ الحريرة كاملة رجعت للمغرب لقيت بابا مرض غابل خلالي وبقورها شي شهرين ما كيهدرش معايا شالواحد النار وبقيت نطلب في اسم حليا وكنت نادمة ديال بالصح حتوك يخسر علي الفلوس ومسكين مني توبا غيني نقرأ وخيي بتضنو فيها دوزها ورجعت نقرأ في المغرب وجمعت هدلمرة راسي ديال بالصح كملت حياتي عادي من غير أنني ما قرأتش برا ولكن هانية المهم ما دخلتش للحبس وتشيلي كاين تمنى تكونوا السفتو من ستوري ديالإسراء وما تديروش شي لعيبة ستوبيد بحالة ديما بعدو على الناس اللي فيهم المشاكيرها ديما كنقوله لكم القيصاص اللي كيوصلوني بتشكل ربز زاف الشي بعدها ابندم يديرها الراسو ديزا أما هسح بيغم على الأقفاء وداركم توم مساكن مجرجرهم معك راح شوما ما تنساش تعاون الشي لك يا جبوك هدلي فيديو بغير أنك تبارتاجها مع أصحابك نخلي لك دي ستوري هنا اللي بغيش تكليك تتفرج فيهم ونشوفكم دي نيكست ون باي باي